كده الصورة تحفظت معي وتسايبت الفيديو. اللي عنده اكتراحات استبصالات اي حاجة يا شباب اكتبوا اللي تحت في التعليقات. يلا بينا نخش ونشوف الفيديو. النهاردة نستخدم بردمج ادوي فوتو شوب. تمام? وده طبعا واحد من افضل برامج الفوتو شوب. وعشان ما تقولش عليكم تعالوا نشوف انواع الصور المصغرة واللي انا هعمل لكم تلت صور منه من النهاردة. واتمنى انه ما يعجبوكم. بص يا شباب دلوقتي احنا نروح على الكمبيوتر. تمام كده يا شباب? طبعا هنفتح هنا باب التصوير عشان تشوفهم اللي طبعا بيتصور. تعالوا نشوف هنا طبعا برنامج ادوي فوتو شوب. يعني هو برنامج ساحل ومسطعب ولا اي حاجة. بس طبعا انت اقول ما تنزلوها هتشوف ان البرنامج صعب حابتين او صعب شوية كده. لكن هو طبعا مع التدريب الطويل هتلاقي نفسك يعني بيتمحترف فيه. تعالوا نشوف الصور المصغرة وانواحة. طبعا ان هنا عندي كزا شكل من الصور المصغرة واللي انا بعملهم. تعالوا نشوفهم وهقول لكم ازاي تقدروا تعملوهم صورة صورة. بصة شباب عندنا صور مسلا بالشكل ده كده انه بيكون الشخصية ظهرة بس على خلفية مش الصورة بخلفيتها. تمام كده? وده طبعا الصورة ديت يعني عشان تعملها اول حاجة بتصور صورة طبعا وانا بعمل حركة مسلا بعمل كده بالشكل ده كده عشان احطوا طبعا اللوجو بتاع البرنامج على ايدي وطبعا يعني بشاور هنا على البرنامج. تمام? وبكتب هنا بقى الكلام وطبعا بحط خلفية بقى يعني غير الخلفية الاصلية. تمام كده طبعا بقص الشكل اه بقص الشخصية نفسها من الصورة. تمام? وفي خلفيات طبعا من النوع ده كده يعني صور بالشكل ده كده واللي هو انت متظهرش اي شخصية انت مسلا بتجيب يعني وتكتب فيها الكلام وتحط لوجو البرنامج اللي هي طبعا زي طريقة زي فيديوهات الالعاب اللي زي دي كده واللي طبعا بتجيب صورة للعبة وخلاص. هو يعني ايه كلها حاجات متعلقة بالفيديو. لكن انت متحطش هنا اي شخصية. في بقى الصورة رقم تلاتة واللي هي ديت الصورة ديت طبعا انت بتجيب يعني بتحرك الفيديو لحد مسلا ما تلاقينا بقى اعمل حركة معينة. طبعا الصورة ديت انا باخدها بقى اه بحرك بتنيم وحرك مؤشر الفيديو على طبعا برنامج المنتاج لحد ما لايه نفس مسلا عامل حركة زي دي كده. وبعد كده اقوم باخدها تمام بعد ما بتاخدها بقى سكرين شوت ببدا ان انا اضف على الكلام زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. وحطوا اللوجو. طيب تعالوا نشوف بس الصور ده تتعمل ازاي? اول حاجة نروح لبرنامج ادوب وفوتوشوب. طبعا ان هنا كنت بعمل الصورة ديت. تعالوا نشوف بس زي نعمل الصورة يا شباب. هنلغى طبعا الصورة دي كده. اول حاجة هنا يا شباب هتخش على جوجل. تمام? وهتكتب فوتوشوب. هيزال لك هنا شوية صورة هتستخدم طبعا الصور الشفافة واللي هي بدون خلفية. وهتنزل اي صورة انت عايزة مسلا فانا عجبتني صورة ونزلتها. تمام كده بعد كده هنروح بقى البرنامج الفوتوشوب. ونضغط على تمام كده احنا اول حاجة هنعملها الصورة اللي هي ايه اسهل حاجة. اللي هي فشل لقص ولا اي حاجة من دي. هنضغط على نيو. وبعد كده هنضغط مسلا هنضغط هنا كده طبعا ديت انت ممكن ما تلاقاش معمول عندك فهتعملها. هتضغط على دي كده على السامي دي كده وهتختار فيلم اند فيديو. وبعد كده هتضغط اوكي. هيبدأ بقى هنا يكتب لك اختار ده تقول له طبعا لو انت عايز تعلم هنا تقول له انه ما يزهر لكش الرسالة ده مرة تانية هتضغط اوكي. تمام كده شباب هنا طبعا زالي الصورة الصورة مصغرة. بس هي طبعا بالنسبة لنا يعني شايف ان هي كده مش مصبوطة. بتضغط طبعا هنا نحددها. وهنكبر من هنا كده شوية يا شباب. وننزل كده يعني اه سنة صغيرة. ونكبر سنة. وبعد كده نضغط صح. طبعا الصورة بدت بالشكل ده كده. طبعا تقدر تكبرها كمان سنة زي كده. وبعد كده بقى يا شباب هنختار اللون. اللون بقى هنضغط طبعا هنا على الدايرة دي كده يا شباب. وبعد كده نضغط على اول كلمة اللي هي وبعد كده بقى هنا اختار اللون. طبعا انا اعتبر اكتر لون بحطه في الصورة المصغرة واللون الاصفر الغامع. وطبعا هنا بقى يزول لك النفذة دي كده بتختار درجة اللون. طبعا يعني لو انت حبز درجة اللون بتكتبها هنا كده. لكن طبعا للاسف مش حبزه فنختار مسلا ينزل كده. طبعا هنا الدرجة الغامعة دي هي اكتر الدرجات اللي انا بحبها فعلا يعني وبحب احطها خلفية لان انا بحسها هادية شوية. ممكن نطلع صيننا كده. اللون كده ده كده كويس كده كويس. بعد كده بايش بقى هنروح نضغط على اه وهنختار طبعا صورة تانية. هنختار طبعا صورة اللوجو بتاع البرنامج. واللي انا منزلها طبعا منزلها صورة شفافة. عشان الخلفية بتاعتها عشان ما نعودش نقص كل شوية فانت بتنزلها صورة شفافة مش اكتر. طبعا كده اخترناها بالشكل ده كده شباب اهوت. طبعا الصورة اظهرت لهنا هنا. هنصحبها كده شباب. هنضغط على السهم اللي فوق ده كده. تمام كده. واي كاعد نسحب الصورة دي كده. ونودها هناك. الصورة هنا كده تحطط. تمام كده. هنبدأ بقى ان احنا نحطها في نص في نص طبعا انا لو لاحزت ان انا باختر مسلا باجا صغر بتلاقي الصورة بقى شكلها يعني شكلها مش حيلو شايفين? طبعا شكلها تغاية. طيب انا هقول لكم على حاجة تانية كده يا شباب. هنراجع الصورة بس لاصلها. ايه. رجعنا الصورة لاصلها. هنا بقى يا شباب عشان طبعا لو جيت اصغر هتلاقي بصغر يعني ايه اليمين في شمال هتلاقي بصغر الصورة عشوائي. فأنا عايز اصغر الصورة بس هتبدأ بنفس الشكلها الطبيعي اللي انا عايزه عليه. بتضغط اول حاجة على شفت وباقي كده بالماوس كده عادي. ده ما انتم شايفين ما بيغيرش اي حاجة. الصورة بتظهر على وضعيتها. تمام كده? وبعد كده بتضغط بتسيب شفت تمام? يعني انت بتضغط الاول على شفت وبعد كده بتسيب شفت. بعد كده يا شباب بتسيب طبعا بتسيب الماوس وتسيب شلف وتسيب شفت تمام كده يا شباب? تمام? وبعد كده بقى انا هنحط الصورة بالشكل ده كده. اولا هنصغر مسلا لنا كمان سنة. او نسيبها على كده. كده افضل. طبعا كده يا شباب بعد كده بقى نروح لتكست وطبعا النص معروف في كل حاجة ان اي برنامج بتكتب من خلاله سبق منتاج فوتوشوبة اي حاجة بتلاقع حرف تي. تضغط عليه وبعد كده بقى تختار هنا نضع كتب تكست. هنكتب مسلا ايه? اعمل صورة مصغرة احترافية. كالمه احترفية. اولا كده يا شباب طبعا الخط اللي انت عايزه تقدر ان انت تضيفه يعني ما فيش اي خط معين في عندك هنا خطوط كتير تقدر ان انت تكتب بيه. بس انا مسلا عجبنا الخط ده. تمام? بعد كده بقى يا شباب هنحطوا مسلا في النص كده. نحركوا كده. ممكن نكبر شوية. هنكبر شوية كده يا شباب. طبعا احنا هنا هنكبر شوية قوة. وهنختار اللون. طبعا اللون السود يعني مش لون يعني مش عايز اضيف اللون السود. هنختار مسلا وليكن اللون الاخضر. او اي لون تاني طبعا انت عايزه تقدر ان انت تضيفه. ماشي. هنختار مسلا اللون الازرق بلاش الاخضر. عشان طبعا هنحط خضر. تمام? هنا صور الكتب باللون الازرق. هنا بقى هنعمل حاجة تانية يا شباب. وهي ان احنا نروح نضيف الخط المحيطي. طبعا الخط المحيطي بتضيفه من اللي تضغط على ديت اللي هي اف اكس. وبعد كده تلاقي مكتوب كلمة. تضغط عليها كده. طبعا هنا بيجيب لك الخط المحيطي هنختار لونه. يعني طبعا اللي السود مع اللازرق مش هتابعة لايق يعني. نختار مسلا وليكن اللون الابيض. او مسلا اللون الاحمر او اللغدر. اللغدر طبعا من ضمن الالوان اللي يعني بتاكل شوية مع اللون ايه اللي هو الازرق. او طبعا اللي هو اللون اللبني. ده طبعا اللون كويس وهيكل طبعا لان معنا البرنامج بالفوتوشوب اساسا الالوان بتاعته كلها بتاعت اللوجو اللبني فزرق. فطبعا اللون ده انا شايف ان هو كده مناسب. وطبعا بالنسبة بقى لدرجة درجة الخط المحيطي اللي احنا بنختار من هنا كده. طبعا انا ممكن اخليها مسلا على خمسة. خمسة طبعا انا شايف ان هي افضل. او بلاش خمسة خلاها مسلا يعني تلاتة. عشان ايه? الحروف ما تبقاش لازق ببعده ونضغط اوكي. تمام كده يا شباب. هنا بقى نروح نعمل حاجة تانية هنضغط على المربع ده كده. طبعا المربع ده اللي بيكون فيه اشكاة. نختار مسلا الشكل ده كده ونبدأ ان احنا نحدد كده. طيب في ناس هتاسأل الشكل يا بتاع ايه? هقول لكم دلوقتي. طبعا دي بتكون خلفية للنص اللي انت بتكتبه. بس الخلفية ده انت تقدر تتحكم في لونها وكمان يعني لو ضغطت هنا كده تقدر ان انت تختار اللون. وهيجيب لك الخلفية يعني لون اصبع. طبعا هنا لو ضغط على اللون ده مش هينفع خالص لانه طبعا الكلام كله باللون الازرع في اللبن فمش هينفع ان انا اضيف الخلفية بتاعت النص تكون باللون الازرع. فانو اخترع مسلا ممكن نحطها باللون الاحمر. انا شايف ان الدرجة ديت مناسبة. تعالوا بقى دلوقتي يا شباب نشوف احنا هنا اخترنا اللون. طيب دلوقتي في ناس هتقول لي طب النص فين? النص هنا تحت فاحنا هنعملها هنضغط طبعا عن النص هنا هو. هنضغط عليه كده ونحركه لفوق. هتلاقي انه النص ظاهر على طول. بعد كده بقى تضغط على دي وتبدأ ان انت بقى تتحكم فيها في شكلها بدرجتها. تختار هنا السهل الموس وبعد كده بقى تبدأ ان انت يعني انت تضايق دي كده سنة. طبعا كل حاجة تقدر ان انت بقى تعملها بكل سهول. نضغط عن نص تاني وننزله بقى شوية في تضغط نصاح الاول وبعد كده تضغط عن نص. بس كده شباب كده تمام. كده خلاص يعني اول جزء خلاص. فهنضف نص تاني بقى والنص ده مسلا هنكتب اي حاجة تانية نكتب مسلا في خمس في خمس دقايق. نكتب مسلا اي حاجة. او باستخدام برنامج ادوب فوتوشوب اللي احنا عايزين نكتبه نكتبه. هنضغط هنا على التكست. نبدأ ان احنا نضيف نص تاني ونكتب مسلا ايه? في اقل مسلا من خمس دقايق. او نكتب اعمل صورة. اه طبعا نكتب انها اعمل صورة مصغرة كالمحترفين. في خمس دقايق مثلا. في خمس دقايق. طبعا احنا هنا ما ينفعش ان احنا نحط النص لمكتوب النص التاني. انا ما بحبش ان انا احطه زي اللي فوق. بنفس النمط او بنفس الشكل. ولا بنفس طبعا الحجم. فبحب ان يكون النص التحتاني يكون صغير. لان طبعا اللي فوق يعتبر بيمثل عنوان الفيديو. فطبعا النص اللي انا بكتبه فوق بالنسبة لاني بشوفه ان هو بيمثل عنوان الفيديو في اعتبر هو لازم يكون الافضل. واللي انت يعني ايه مكبره ويكون شكله حلو كمان. فاحنا مسلا هنا هنحط دي كده بالشكل ده كده. طبعا هنختار بقى لون تاني لان اللون لازر ادام عادش هينفع معنا. مش هينفع ان احنا نكرر. ونختار مسلا اللون ده. اللون الاحمر. طبعا كده? وهنبدأ ان احنا نروح على تاني وبعد كده هنضغط على وبعد كده هنبدأ ان احنا نختار الخط المحيطي نختار مسلا لونه اسود كده كويس. بس طبعا ما ينفعش يكون بنفس درجة اللي فوق فاحنا هنحزف هنخليه على الواحد لانه طبعا هو كده يعتبر بالنسبة لأفضل او على الاتنين. يعني اقصى حاجة لاتنين. لانه طبعا ما ينفعش يتعمل بنفس درجة اللي فوق. او بنفس السمك يعني. فهنخليها على الواحد كده لانها طبعا كده كويسة. مناسبة. وبعد كده هنضيف تاني. هنضغط على نفس المستطيل اوات وبعد كده بقى نضيف من اول هنا كده. تمام. وهنختار اللون هنضغط على وبعد كده بقى هنختار اللون. طبعا مش هينفع تكون زي اللي فوق. نختار مسلا اللون الازرق. شوف كده كده مناسبة. كده اعتبر الخط كله الخط والصورة هتبقى كويسة. او ممكن درجة اللون الازرق نفتحها شوية. او كده كده بقى التماع. تمام? وبعد كده بقى ايه? هنروح للنص اللي هي كلمة خمس ده دي كده. هنرفحها فوق. عشان تظهر بالشكل ده كده. وهنضغط طبعا عليها. طبعا ايه هنختار الموس تاني وبعد كده هنضغط عليها وننزلها كده. تمام. هنرفع بس من هنا سين عشان ايه بحاول ان انا ايه? خلاها في الوسط بالزبط. في اه في المستطيع. تمام كده يا شباب وبعد كده كده خلاص. انا بالنسبة له الصورة كده اعتبر خلصت. معادش فضل الله يعني هنعمل لامسة بس ايه? صغيرة نكتب اسم البرنامج على الاقل. بالمربع. طبعا هنا اسم البرنامج الكتب اوات. ونختار بقى اللغة اللي احنا او الشكل النص اللي احنا عايزينه. نختار ده مسلا. ده كده مناسب. وبعد كده بقى ايه? هنبدأ طبعا لازم يكون اصغر من اللي تحت بارك. وهنعمله طبعا ده كده على قده بالخط الصغيرة. هنختار طبعا اللون لازم يكون لون مختلف على الالوان اللي قبل كده. هنختار مسلا اللون الاسود تمام كده? وبعد كده بقى هنروح الاف اكس تاني وبعد كده. وبعد كده بقى ان احنا هنختار اللون الابيض يبقى خط محيط. وطبعا هنخليه على الواحد. او على الاتنين عشان يبقى ايه? وسط بين الكلام اللي هنا واللي هنا. وبعد كده اوكي. طبعا بقى هنحط له بقى وكمعة. او ممكن يا شباب بلاش بقى ممكن مسلا. ونحط اسم البرنامج هنا هوت وخلق هنا. هنا مسلا كده هوت. ونحرك مسلا الصورة يعني فوق شوية عشان ايه? اسم البرنامج بقى واضح اكثر. هنروح للصورة اللي هي هنا ايه وهنحركها شوية. نضغط طبعا عشان ايه? ابعد الصورة ما ما تغيرش في اي حاجة. احنا عايزين بس نصغر مش او كده تمام يا شباب وبعد كده نحفظ بقى على كده كده الصورة بقت تمام كده الصورة يعني كويسة. تعالي نشوف بقى نعمل النوع التاني من الصور واللي انا قلت لكم عليه. هنحفظ طبعا الصورة. نضغط وبعد كده طبعا هنا هنختار الفايلز اللي انا بحط فيه اللي انا بحط في الصور. ورقمهم مسلا عشان ايه? اعرفه. نكتب اتنين وعشرين مسلا. كده الصورة حافظت معي. تسعيبت على الكمبيوتر. طب كده شباب نكونوا صورة نهاية الفيديو. هتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك شير سبسكرايب. لو شفتوا الفيديو الحل لوقتي فانا بجد بشكركم من كل لابه. ولو استفدتم من الفيديو. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك. شكرا لكم على المشاهدة. كان معكم محمد جابر. نتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم. اشتركوا في القناة